متابعي قناة اليوتيوب في كل مكان اهلا بكم النهاردة عاملين وصفة حلوة جدا وهي المسحب اللي هتجي بيها احلى من المطاعم وتطلع معاك بلون دهبي جميل جدا والكفر عمره مايفك وارمشة وطعم من جوه مفيش بعد كده حاجة بسيطة جدا وعملينها كمان على شكل واجبات عشان تبقى زي المطاعم للاولاد بالزبط بجد طعمها حتة تانية خالص فاول حاجة بجيب عندي تلاتة عدد صلوم الفراخ بكون غسلوم كويس جدا باللمون و بالخل و بالدقيق و بعد كده بنشيفهم كويس وبعد كده بحطهم في الكبة بعد ما قطنهم عندي معلقة من البهارات معلقة من الملح معلقة من الفلفل معلقة من الطوم وبودر والبصل البودر و نص governing صغيرة من البcodeر عشان تفتاح للمساحة ما يبقاش مكتوم معي و منس الكلام ده كله مع بعض وانا عامه حلوء قوي في الكبة حوالي جدية بالزبط او اقل من ديгор بعد كده الفرانج مuaنا تفرم معي والدجاج تفرم معي ما رجيب عندي كيس بلاستيك بفرده عندي على البلانشا وببدأ افرد عندي العجينة بتاعت ديات اللي انا عملتها والسمك بتاعتها ما بقاش رفاية تبقى سميكة على قد مقدر فبقدر اتحكم فيها عن طريق المردانة لو في حروف طلعت بقى ولا حاجة من الصدور الفراغ ديات او من العجينة ببدأ بدار السكينة ابدأ ألمها بالشكل ده عشان ما تهدرش معي بشير عندي الكيس بيتكون عندي الشكل الجميل ده بنبدأ ناخد السكينة ونحطها في مية عشان ما تلزقش معي كل شيء بقى بحطها في مية وطلعها عشان ابدأ ان انا قطعها بشكل مستطيل وبعد كده اقوم واخدها عندي بالطول عشان يبقى شكل المساحة بالجميل اللي احنا منجيبه زي المطاعم بالزبط وانقل الكلام الجميل ده على طبق الفريزر بالزبط اربع ساعات في الفريزر وبعد كده بقوم مرضو تاني ونبدأ نسالك عندنا هتلاقي الموضوع سهل جدا تقدر يتخزنيه في اكياز فاكيوم كده زي ما حالك عايزة او تقدر يتعملي بانيق وبعد كده تبدأ اني تتحطيه عندك بالفريزر برضو وتقليه بس تسنى عشر دقيق لو هو متفرز واخد البقصمات وبعد كده تقلي في الزيت كل واحدة بتطلع لوحدها بالشكل اللي حالك كده شايفه اجيب عندي بقولها وحط فيها شوية ملح وفلفل وبطين اتنين ونبدأ نقلبهم كويس جدا وننزل عليهم بالكباية من الحليل وعند الدقيق وبعد كده عند البقصمات ابدأ اخد عندي المساحة بالجميل وحطه عندي في الدقيق ونشتغل بسرعة لان الجو حر وانا مش محتاج الحاجة تفك معي على قد ما اقدر ان لانا اشتغل بسرعة خدت الكفر بناعة الدقيق كواس جدا باشيل منها الدقيق الزيادة ده وبعد كده بقوم حلطه عندي في البيل واللبن والمالح والفلفل استخدم بقى الشوكة ما استخدمش ايدي عشان ايدي تفضل نظيفة على طول وانا بعمل اي بانية عندي ولو ما عنديش جلفزات ولا حاجة نبدأ نحط الحاجة في البقصمات ولكن اهم حاجة نصف الحاجة من البيل واللبن كويس جدا زي ما حاضرت كده شايفة بقى دقية بقى كده اهي قدام حضرتك ونبدأ نشيل من تحت الفوق لحد ما طوقت البقصمات تغطي عندي المساحة بكويس اشيل عندي المساحة بالجميل ونبدأ نحط فين عندنا على طبق عشان يبقى جاهز معي تقدر اتفرز الموضوع ده كده زي ما حاضرت كده شايفة بعد كده نطلع ونقل يا باشا على طول في الزيت الزيت ما يبقى سخن يا جماعة قوي لازم الزيت يبقى ما يبقاش يعني ما يطلعش بخاض لا يواء يبقى سخنة قوي معي ولكن ما يبقاش حامي جدا على الحاجة عشان الحاجة تستوي من جوه ونبدأ نحط الكمية بتاعتنا الانتاعة المساحة بالجميلة ونبدأ نستنى لحد ما ياخد اللون ده اللون ده فاتح بالنسبالي انا محتاج اللون يبقى اغمى من كده حاجات بسيطة فبالتالي بسيبه كمان حوالي جديدة او دقيقتين اتنين وابدأ بالتقليب علازم اقلب كل شوية كده عشان اضمن ان الحاجة اللون بتاع هيبقى مصبوط وفي نفس الوقت الطعم والسوى يبقى كله مصبوط جدا نحط على منشف مطبخ الكرام الجميل ده هوت وبعد كده نبدأ نحط بقية الكمية ونشتغلها عشان هنبدأ نعمل الطبق ده او التالي الصدور دولة هيقدوا كم شخص خمس اشخاص ان شاء الله تعالوا بقى نبدأ نشوفها عندنا سمع الصوت ومن جوة السوى مصبوط جدا نجيب عندنا بقى شوية بطاطس عندنا ونبدأ نجيب عندنا نفس الزيت اللي انا قالت في المساحة بيكون سخن واستنى عليه شوية ولو في اي شوائب بشيلها عند المصفى او بصفيه بس بشيلها بمصفى افضل عشان الزيت سخت ونجيب عندنا العلية بالوجبات اللي قدام حضراتكم اللي هي بعنين ديت بتبقى جميلة عين صغيرة نحط فيها البطاطس والعلية التانية ديت هحط فيها عيش توست او عيش كايزر او عيش فينو ونحط عليها الاربع مساحة اللي قدام حضراتك اربع قطع مساحة التالت صدور مسلا هيجيبولك عشرين قطعة مساحة نحط عندنا في العلبة الصغيرة دي بقى البطاطس وبعد كده نقوم نزينا عندنا بصوص الجبنة والصوص الجميل تكسس ده بيبقى جامل جدا تقداري تستخدميه برضو حاجة حلوة قوي قوي نحط عندنا الكرام دوت في عيش التوست مع البطاطس وبالهانة والشفا شوك لعالي قوي لو حضريك لسه مشتركة في القناة انا شيف محمد حامد بقدم محتوى اكل لو عجبك الفيديو مش عارك سين جمع من بره تاني يعني مش عارك انا انا مش مهارك طمح لقوي